لم تسجل في الأردن أي حالة اشتباه أو إصابة بمرض جذر القرود حتى هذا اليوم هذا ما قاله مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة الدكتور عادل بالبيسي لرؤية مضيفاً أنه لا توجد أي توصيات بشأن هذا المرض على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات به في عدة دول خاصة الولايات المتحدة وفيما يتعلق بالتطعيم ضد المرض بينا عدم وجود أي توجه حيال ذلك حتى اليوم وقال إن الوضع الحالي مطمئن وإن دور الأردن في هذا الشأن يقتصر حالياً على المتابعة والرصد فيما يتعلق بمستجدات هذا المرض